الصفحات هذا الكتاب المعنون Building a Global Success تبدو مثقلة تكاد تفيد عنها الخبرات التي قادها كاتبها وهي تحمل قصة نجاح من نوع آخر قصة رائد من رواد عالمنا العربي ربما يكون الأول في المجال بعد إبني سينا نحن اليوم في حضرة عالم في صناعة الدواء ورائد في تخفيف الألم دكتور ووزير سابق في الأردن نغوص الليلة في أكثر من سبعين سنة مرت لم تنهك صاحبها من العمل ولم تحفه على التقاعد لبل هو يخضعها لروح الشباب الذي ما زال يتمتع به أما الذاكرة فحاضرة وكانه يقرأ قراءة هذا الكتاب حملت شركته حكمة الدواء العربي إلى العالم الغربي من الباب العريض مع الصيدلاني العتيق سنقلب اليوم صفحات هذا الكتاب ومع الفائز بجائزة رواد الأعمال في الشرق الأوسط العام 2007 سنحاول كشف أسرار وعدني كشفها أصدقائي المشاهدين مساء الخير سميح دروازي مساء الخير بيساعدني أني حورك الحكمة هل اتسامت فيها منذ البدايات أم اتسبتها مع تجارب السنوات أول شيء أريد أن أشكرك على هذا المقدمة الحلوة اللي حكيتها عني عن تجاربي وعن قيمتي في الحياة الإنسان بيبدأ يبني بشخصيته من هو صغير طبعا بيبدأ في البيت ويزيد على تجاربه من تجاربه يزيد على شخصيته ويحسن ويبني في هذا التابلو تابعه بهالموزيق تابعه كل ما بتعرض لحضارات جديدة أو ثقافات جديدة بزيد عليها وبالتالي الحكمة التي عند الإنسان هي من خبراته ومن تجاربه ومما تعرض له من الخبرات في خارج بلده أو في البلاد الجديدة اللي راح عليها فأنا الحمد لله صح لي أني أسافر كتير وأخرج من بلدي وأتعلم في بلاد أخرى فجمعت ثقافات كثيرة واختارت شخصيتي منها الثقافات ما يحلو لها وأصبحت عندي الحكمة التي تراها اليوم على سيرة الحكمة نحكي عن الدواء ما هو الدواء برأيك اللي لازم الإنسان يتنوروا بحياته فيه دواء بسيط أرخص دواء هو الضحك والإنبساط وهذا بتأتى عندما يكون الإنسان سعيد في عطاءه للآخرين لما تعطي الآخرين بتسعد نفسك وتسعد غيرك فبهالتالي بتكون مبسوط وبتكون أنت سعيد وهذا أرخص دواء لهذا أنت دائما بشوش وأبتسم الحمد لله سعيد الحمد لله سعيد وصميت ابن سعيد حتى يقولولي أبو سعيد كمان بين أبو سعيد ومعالي الوزير والدكتور والصيدراني أي لقب تفضل؟ أحلى أحلى لقب إلي أبو سعيد سميح دروازي أنت من عائدنا بورسية عريقة ولدت في نابلس بالعام 1930 عشت طفولتك في يفا حيث بقيت حتى العام ٤٨٢ كنت عايش عن بيت جدك درست في الكلية العربية في القدس أشهر وأبرز مدرسة حيث كانت تحتوي أبرز الطلاب يلي كان يتم اختيارها من مختلف المدن الفلسطينية بتقول أن الدراسة في القدس غيرت حياتك كيف؟ غيرت كتير في حياتي لما خرجت من يافا كان عمري ١٢٣ سنة كنت بعدنا صغير والمزييك تبعي كان بعده بداية جدا فلما رحت على القدس على الكلية العربية الكلية العربية كان فيها أحسن أساتذة بفلسطين كانوا كلهم متخرجين من جامعات أوروبية أو بريطانيا العظمة وراجعين يدرسوا في هذه الكلية والطلاب اللي كانوا هم خير الطلاب فلسطين كانوا يختاروا من كل بلد واحد أو تنين ونجلس في الكلية العربية فبدت آفاق تتوسع في الكلية العربية صرنا نعمل محاضرات احنا كطلاب يعني نشترك في مناظرات نسمع موسيقى نعمل زيارات يعني تغيرت كل نمط حياتي لما كنت بيافا طبعا كنت من المدرسة للبيت للمسبح للبحر يعني كان نوع من النمط الكلاسيكي بينما في كلية العربية صار في تغيير كتير صرنا نسمع أشياء عن العالم الغربي صرنا نسمع موسيقى غربية وعجبتني ونسجمت كتير مع الموسيقى الكلاسيكية بشكل كبير ومن يومها بديت أحب الموسيقى الكلاسيكية وأتمتع فيها طبعا كمان أهم من هذا أن صرنا ندخل في مناظرات مع بعضنا البعض صار أفكاد تتوسع يافا وكروم العنب وبستين الليمون والطرقات المسيجة بالعريش والزهور كيف تتذكرها؟ أحلى بلد أحلى بلد في العالم يعني لما تدخل يافا خصوصا في أيام الربيع بتشم كل رائحة واحدة رائحة سهر الليمون بتفوت على يافا وشوارع نظيفة مرتبة خضرة سكانها مبسوطين أوضاعهم المالية جيدة خدماتها ممتازة مدارس جيدة مستشفيات حسنة عندك شاطئ البحر من أجمل شواطئ العالم يعني أنا بتصور شواطئ البحر فلسطين خاصة أن ما تنزل من جبيل في لبنان لا تنزل لتوصل لغزة كلها شواطئ رملية مظيفة مرتبة الله خلقها حلوة هجرت العائلة بالعام ٤٨ لا تلجأ إلى عمان البيوت بعمان كانت قليلة وغير كافية تقسمتم المنزل مع أصدقاء صدفوكم ببيتون كنتوا تدفوا عبر بابور الكاز البريموس والمي المسخنة أنتوا سبع أولاد وأنت الوسط هل تأقلمتم مع هذا الواقع الجديد بسهولة؟ الحقيقة يعني لازم يذكر الواحد أنه الفضل لأهل عمان والأردنيين كانوا كتير مضيافيين واستقبلوا الفلسطينيين لما أجوا على عمان بكل رحابة صدر وتقاسموا معهم لقمة العيش وحتى منازلهم فسكننا مع عائلة في جبل جوفة اللي كان هو الجبل الأساسي في عمان جبل عمان وجبل جوفة وأخذنا جزء من بيتهم وقعدنا فيه أنا والعائلة كلنا وارتحنا الحقيقة كنا مرتحين فيه إلى أن استطاع الوالد أنه بعد سنتين أو ثلاثة يبني بيته جديد الوالد كان يعمل بالمواد الغذائية وكان سبق أن استثمر أمواله في عيقارات في الأراضي الفلسطينية صحيح هذه الاستثمارات تبخرت مع عاصفة حرب 48 غير أنه سمعته الطيبي مع المصارف اللي كانت موجودة بيافا بالأدس وبعمان واللهي كانت وقتها البنك العثماني البنك البريطاني والبنك العربي سهلت عليه الاقتراض من هذه المصارف كيف تصرف الوالد؟ صحيح كان الوالد ديان فلسطين يحب يستثمر في الأملاك فكل دخله كان يضعه في الأملاك فطلعنا من يافا وعننا الحمد لله 18 حج قشان طابوا لبيارات أو لأملاك في يافا أو أملاك في نابلس هذه كلها استهلكت أو أخذت كل ثروته أو سيولة ثروته فلما رجع طلع من يافا ما كان عندنا سيولة فرجع على عمان دخل العمان بقليل من السيولة واستطاع أنه يقترض من البنك لأنه البنك كانت تعرفه كتير منيح من أيام يافا فبلش يشتغل بعمان يجمع يشتري بضايع من عمان ويصدرها لفلسطين اللي بقي من فلسطين اللي هي نابلس والقدس كان إيامها استأجر يزديري وقتا واستأجر طاولة مش استأجر أخذ طاولة عند بعض أصدقاؤه هون كان طبعا إله أصدقاؤه قرائب أعاد عندهم وأخذ طاولة صغيرة وبدأ يشتري ويشحن لفلسطين لحتى عمل إرشين من ناح من شغل التجارة جديدة أول ده كان فتحه كان بسوق السكر بسوق السكر ثم في سينما بيترا فتح كان فيه بعمان تحت في قرب سقف السيل كان فيه سينما اسمه سينما البترا كانت حدائق فوق السينما كمال ومقهى جمها فتح دكان هناك ولا تزال موجودة شركة تجارية الفلسطينية فكان يشتري هنا كان هو تاجر حبوب وتاجر مواد إذائية يشتري من منتجي الحبوب ويتبيعها للمطاحن أو يطحنها ويعمل الطحين ويشتغل بها المواد ووسع شغله بشكل جيد في العام 49 انتقلت إلى الجامعة الأمريكية في بيروت حيث درست الصيدلة حيث تألفت مع السياسة وحيث وقعت في شباك الحب مسرح الجامعة الأمريكية مع كل ما بيحمل من تناقض وتكامل من انتقل له بعد هذه الاستراحة حديث آخر خليكن معنا أزيقايا المشاهدين بعد هذا الفصل نعود لمتابعة حديث آخر مع ضيفنا لهذه الليلة ساميح دروزي انتخبت رئيسا لجامعية العروة الوثقة في عمر الـ 21 جامعية تحتوي على مختلف الطيارات السياسية والفكرية آنذاك وهي صورة مصغرة للمجتمعات العربية للجامعة الأمريكية الأيوبي شو عاتتك الحقيقة دخلت في حياتي أشياء كتير الأيوبي الأيوبي هي حضارات مختلفة تجمع بين الغرب والشرق وتجمع بين الثقافات العربية والدولية إلى آخرهم من هذه الثقافات المختلفة فالإنسان عندما يدخل الأيوبي يستطيع أن يأخذ ما يريد من هذه الحضارات والثقافات جميع العروة الوثقة هي الحقيقة دخلت في نفسي الثقافة العربية بشكل جميل جدا سواء كانت الثقافة سياسة كنا نطلع مجلة سياسية سواء كانت الثقافة هي فن وأدب كنا نسمع إلى محاضرات من شعراء كثيرين مثل نزار قباني مثل عمر أبو ريشي مثل جواهري كل هدولا كنا نستضيفهم في الجمعية ويعطونا محاضراتهم وأشعارهم كذلك الفن يعني أنا بسعد أقول أنه يمكن فيروز أول مسرح كبير قدمت عليه أغانية كامل جامعة الأمريكية في الوستهول مع جمعيتنا سنة الواحد وخمسين وديع الصافي كمان من أوائل حفلاته كانت لما إجا غنى عنها في جمعية العروة الوثقة فهذه الجمعية الحقيقة ثقافية وسياسية وأدبية وهاي غيرت كثير في طلاب الجامعة اللي كانوا طبعا يحبوا يشاركوا فالفرص كانت موجودة تاب على الإنسان ماذا يريد حتى يأخذ من هذه الثقافات ويبني شخصيته ويبني المزعيك اللي بوصفه أنا دائما بشخص ببناء الثقافات وحضارته من رفاق المرحلة جورج حبش أحمد الخطيب وساميرة فضلي طالبة في العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت أنت وقعت في غرام ساميرة وتزوجتها وكان عمرك وقتها 22 سنة بل نستمع إلى ما ستقول ساميرة عن تلك المرحلة وعن هذه العلاقة كيف ابتدت وكيف اتطورت وانتهت بالزواجة تعرفنا بالجامعة كان في اجتماع على الجامعية العروة الوثقة هو كان أنانسر فلما خلصت وقفين كلنا برا قال شو عجبتكم الجلسة قلت له عجبتنا وأكتر إشي عجبني صوتك قال لي بس صوتي عجبك قلت له شو أكب نفسي شو شو قوي وشو جريء شو اللي بديه عجبني فيه واحد مش شيفته طبعا صوته بعدين كلنا كنا وقفين قال مشينا أخد فنجان قهوة بالملك بار بهذاك الوقت كان فروحنا على الملك بار وشربنا قهوة وبعدين صرنا بالجامعة نطلع مع بعيد يعني نمشي نتمشى مع بعيد بالجامعة كتير كنا فؤرة كنت أعلم بي عند بابا رشاد بالمقاصد الإسلامية والراتب كان كتير قليل وطرينا وأهله ما زادوله المخصصات تبعه توقت ما تجوز فكتير كنا تايت بعيشتنا بالأول وبعدين رأسا أجتنا مي يعني صار إننا عيلة على بكير ما تغيرناش نيناتنا ما تغيرنا يعني عنا قناعة نيناتنا كتير إنهم يحبوا بعض دايما يكونوا متمسكين ويحبوا بعض وينتبوا لصحتهم ولدروسهم ولعائلاتهم المحبة لازم تكون موجودة بين الإخوان وبين الخوات بين ليلة كليتها والحمد الله يعني كتير متماسكين وبحبوا بعض كلهم أهم ميزة عند سميح هي العطاء والمحبة بحب يعطي ودايما حتى الموظفين عنده كليتهم كأنه أبناءه بعملهم بنفس الطريقة بسيطة هي أحلامنا إنهم نكون مبسوطين نكون أولادنا حوالينا والمادة مش كل شيء بالحياة هي مهمة لإسعاد الإنسان بس مش الشيء الوحيد لإسعاده كنا قنوعين بحياتنا وفيش نكد أجمل يوم بحياته كان يوم ما شافني تحتفلان قريبا بمدور ستين عام على زوجكم ستين شمعة مما تعلفت هذه الشموع آه يا ركي هذا تاريخ جميل جدا الحقيقة يعني بننا أنا وساميرة خطوة خطوة وإحنا نبني فيها ولبنى لبنى نبني فيها هذا التاريخ تنقلنا في هذا التاريخ من أكثر من عشرين بيت تنقلنا من لبنان للكويت للأردن لأمريكا لأوروبا للندن ما خلينا بلد إلا تنقلنا فيه والجميل إنه إحنا تخرجت من الجامعة وكان عندنا بنتنا الأولى فكنا كل حركتنا أو كل حركاتنا كنا ناخد معنا أولادنا وإنما سكننا كانت الحمد لله سميرة مطاوعة أو تحب أن نكون دائما مع بعض وكانت مشجعة في كثير من الأحيان لحركتنا لأنه كانت هذه تشعر أنه فيها فائدة للعائلة طبعا من السنوات اللي قضيناها قضيناها في لبنان مفترة طويلة وساعدنا كتير وأول ما اشتغلنا وروحنا على جديدة مرجعيون كان أول عمل إلنا أحنا التنين وأخذنا سبعمائة ليرة لبناني بالشهر مرجعيون مجتمع ثقافي وللمرأة في مرجعيون دور طاغي دير حلو المرجعيون من أجمل يمكن السنين اللي قضيناها في حياتنا كانت السنين اللي قضيناها بمرجعيون أهلها كانوا كتير كتير طيبين وكتير مضيافين وكنا كل ليلة نصهر معهم في عائلة من العائلة عند عائلة من العائلات لما بدنا نصهر عند محل يقولوا مثلا الريكي يقول الليلة بدنا نصهر عند سميرة الليلة بدنا نصهر ما يقولوا عند ريكي ولا عن سميح ولا عند دايما صاحبة البيت هي مضيافة وهي اللي تستقبل الضيوف يعني مجتمع أنثوي لا خلينا نقول بالليل على الأقل مضيافة وهي صاحبة البيت من تلاميذك بمرجعيون الدكتور كرام كرام والدكتور وليد غلمية رح نستمع على قلهم شو رح يقولوا فيك وكيف رح يتذكروا هذه السنة اللي أمضوها وأنت أستاذ وهني الطلبة عندك أتذكر عن سميح أناقته انضباطه حبه لطلابه وتلمذته سعيه الدائم لأن يفسر مادة الكيميا مادة جامدة وتعليمها ليس سهلا لكن كان بطريقة تفسيره لهذه المادة كان يدخلها إلى عقولنا والشيء الذي لا أنساه عنه هو صوته وكأن صوته اليوم وبعد عشرات السنين يرن في أذني بروفاسور سبيح دروازة عرفته أستاذي وفي كثير من تصرفاته من تعامله كثير تأثرت فيها لطيف جدي دافي صديق حميم متواضع وعارف بتذكر كان واضح كان يشرح بوضوع وعلى مهله ما فيش شيء مستعجل وكان حريص على أنه تلميذ يفهم حريص على أنه تلميذ يفهم مش الزامي يفهم لأنه لازم يفهم فيه اتنين بحياتي علموني شيء هو واحد منهم أنه ما شاوب إذا ما فهمت السؤال من مرجعيون إلى الكويت في العام 55 حتى العام 58 غير أنك شعرت أنه هذه السنوات لم تكن منتجة ففضلت ترجع مع عائلتك يلي كبرت وشهدت ولادة سعيد مازن وهنا هنا فزت بمنحة دراسية ضمن 40 طالب من العالم والتحق بجامعة ييل في العام 60 في سان لويس بأمريكا من سان لويس إلى بيروت فاروما حيات مهمية مثل ما قالت أبو شوي لا عنوان ثابت غيرتوا عشرين بيت هل تتعب على عائلة الأولاد هل انتماء تزعزع هل هويتهم ضاعت الحقيقة كان يستفيدوا كتير يعني من سواء كنا ببيروت عشنا بالفترات الجميلة في بيروت بالستينات لأوائل السبعينات وكانت فترة كتير حلوة وراحوا على المدارس الممتازة في بيروت في الآي سي أو في ثانوية الروضة ودرسوا مبادئ اللغة العربية والانجليزية وكما درسوا طبعا العلوم الأخرى اللي هي آتهم لجامعات جيدة فكانت تأسيس لهم بالدراسة ثم انتقلنا إلى روما هلأ لولاد طبعا لما ننتقل من بلد لبلد بشعروا بضيق بأول الفترة ثم لما بشعروا بلذة الحياة جديدة والتغيير بنبسطوا عليها ما في شك انه الولد لما بتنقله من مدرسة لمدرسة بالضايق لأنه بيخسر أصدقائه بيخسر جوه بده يربي حاله على جوه جديد بس بنفس الوقت عم ببني شخصيته المزايك اللي أنا دائما بوصفها الشخصية ببنيها بأشياء جديدة وحلوة فبصير فيه أشياء إضافية لثقافته ولحضارته وفي روما طبعا انبسطوا كتير دخلوا في مدارس أمريكية بس كانت الدرس اللغة الإيطالية بالإضافة لذلك وكانوا يروحوا يزوروا المعارض أو المتاحف في روما وفي لورنس في ميلانو ودرسوا كل الثقافة الرومانية والأوروبية وحضروا الأوبيرات وسمعوا الميوزيك الجديدة كما الموسيقى الكلاسيكية فهاي كلها أضافت إلى شخصياتهم وبناءهم وصار عندهم ملتي كالتشور برسوناليتي يعني صار عندهم حضارات كتيرة وكانوا ياخدوا من هاي الحضارات ما ينبسطوا عليه ويزيد فيه ثقافتهم ويحسن في شخصيتهم يعني هذا التجوال أو هذه الرحلات المستمرة والسفر الدائم سقل شخصيتهم نمى مواهبهم وكانوا بالأخير هن خميرة هذه ألف وسيفساء لكن بحب أعرف أنا أنه هل كانوا معنيين بما يحصل في العالم العربي هل كانوا معنيين بالقضية الفلسطينية مثلا أم البعد والمسافة عن عالم العربي عن بيئتهم الطبيعية أبعدتهم بالتالي عن المشاكل اللي بتخبط فيها المجتمع العربي صحيح هذا صحيح وهذا أشعرني أني أنا يمكن عم بذنب مع أولادي أني عم ببعدهم عن جذورهم وفي راح يجي يوم يقولوا أخ وين جذورنا وين أصلنا فقررت بآخر الخمسة وسبعين ستة وسبعين أنه ما يكفي ما عملناه مع الأولاد وبدنا نحط لهم جذور فقررنا نرجع نترك مع أنه كنا عايشين بعيشة كتير حلوة في روما وموسوطين ماليا وماديا بشغلنا وناجحين الحمد لله لكن قررت أني أترك كل شي وأرجع أعيش في عمام واتخذت قرار صناعة الدواء فوضعت الدواء العربي على خارطة الدواء العالمي إن جاي يجب أن نحكي عنه بعد هذه الاستراحة حديث آخر هل يكون معنا ساميح دروازي هو يضيف هذه الحلقة من حديث آخر أنت اشتغلت مع شركة ليلي أي بس سامي تركت هذه الشركة في حياتك المهنية ما في شك أنه الإنسان لما بدخل في شركة محترمة مثل ليلي أو مثل الحكمة وواسعة مجالات الشغل تبعها بيقدر يتعلم ويستفيد منها خبرة يمكن تفوق الخبرات اللي بيستفيدها في الجامعة أو في المدارس تعلمت في هذه الشركة أشياء كثيرة أولا أنه يجب أن يكون للدواء الذي يصنعه الإنسان قيمة منتازة ويجب أن يكون من نوعية ممتازة ويجب أن يكون تعامل مع موظفينه بشكل ممتاز بشكل جيد جدا ويختار الموظفين لمنعه ويجيت لما أسست الحكمة طبعا استفت من هاي الخبرة وبلش أعمل بنفس الطريقة أو أحسن حتى الطريقة اللي تعلمت فيها سواء كانت نوعية اختيار الموظفين أو طريقة تصنيع الدواء أضفنا بين الثيورة اللي تعلمناها بالجامعة وبين العلم العملي اللي تعلمناها بالشركة مع بعضهم البعض الحمد لله أنتزوا دواء منتازل ودواء الحكمة اليوم الذي لا يعلو عليه في الدواء العربي أي نوع آخر من ناحية نوعية جزفت وتركت شركة عالمية ملتي ناشنل وقررت بعد فترة طويلة أنك تحلق لوحدك وأنك تنشئ شركة خاصة فيك وأنك تنافس الدواء العالمي وأنت عربي تنتم إلى هذا العالم قررت أسس مصنع وقالت لنفسك ماذا يريد الطبيب حتى يؤمن بمصنعي أو بشركتي وكان الجواب الطبيب بده نوعية جيدة والطبيب بده أبحاث دائمة وليس فقط دكان للتعبئة تقرير يلقي الضوء على شركة حكمة حكمة هي مجموعة شركات أدوية متعددة الجنسيات أسسها سميح دروزة في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية تقوم بتصنيع وتطوير وتسويق مجموعة متنوعة من المستحضرات الصيدلانية الجنيسة منها وذات براءة الاختراع أول من فوت على المصنع منغير تيابنا ومنلبس تياب نظيفة مرتبة حتى ما نخلط مع الأدوية أي شيء من خارج المصنع فمندخل ومنوصل لمنطقة التصنيع ندخل على الكارنتينة ناخد منها المواد القام دوزنة بعد الوزن ناخدها على منطقة البودرة في منطقة البودرة تنفحص الخلطة وبنتحط في خلات كبيرة تنخلط كلها مع بعضها حتى تصير حموجينيس بعد ما نفحصها مرة تانية بعد الخلط ناخدها على منطقة كبس الأقراس أو تعبئة الكابسولات في هاي الماكنة بتنحط البودرة وبيبلش يعياراتها على الكمبيوتر بتضبط الوزن بتضبط الضغط بتضبط الحجم بتضبط كل شيء وببلش يدق باخد عينة وبفحصها إذا مزبوطة زي ما هو مطلوب باخد الموافقة وببلش يدق الأقراس بعد ما يدق الأقراس كل عشر دايق بفحص الأقراس بشوف هاي الوزن صحيح هاي المادة المطلوبة في هاي الأقراس صحيحة بالآخر طبعا بينعمل بتاخد عينات من كل الكمية اللي انتجت بفحصوها في المختبر الكبير بعد ما خلصوا اتأكدوا من المواد إنه كله صحيحة وإنه موادها مزبوطة بتتاخد على قسم التعبئة بكون في قسم التعبئة فيه ماكينات البلستر اللي بتعمل الشاشيات تكون مرتبة ومحضرة ماكينات البلستر تيجي الأقراس من قسم الحبوب على البلستر وبنعملوا البلسترات بالألمنيوم المطلوب بيجي قسم الكنترول باستمرار بتأكد إنه كل المواد سواء كانت مواد تعبئة أو الأقراس الموجودة بالماكنة صحيحة ومطابقة للمطلوب بعد ما يتأكد من كل المعلومات الموجودة في الماكنة أو في الألمنيوم أو في الباكيتات أو في العلب بتتاخد البلسترات بنفس الخط ببلشو يفوتوا البلسترات في العلب بعد ما تطلع العلب بتفوت على الكرتونة الكبيرة بنحط عليها الليبل المطلوبة وتتحضر للشحل ما شاء الله أنتم اليوم تسيطرون لنقل متواجدون بقوة في نيو جورسي لسوق الأمريكي في سنترا البرتغال لسوق الأوروبي وفي عمان الصلط الرياض القاهرة الجزائر وتونس أنتم العرب الوحيدون الذين تنافسون الدواء الغربي تفخرون بأنكم وضعتم الدواء العربي على مستوى الدواء العالمي هل المجتمع العربي قدر لألك هذا الإنجاز التقدير الحقيقة عم بصير عندنا متأخر بس عم بصير موجود في البلاد العربية صار للحكمة صار لها سمعة طيبة لكن طبعا ما بتصور أنه يعني اللي بنستاهله أكتر بكتير من آيك لأنه أحنا صارت شركتنا بعد التعب والجهود اللي صار لنا نشتل عليه 30 سنة صار مركزنا في العالم أحسن من مركزنا في العالم العربي يعني تقدر الحكمة مثلا يمكن في البرتغال أحسن ما تقدر في بلد عربي آخر أصبحنا الآن موجودين في الولايات المتحدة وأدويتنا تقبل في الولايات المتحدة أسهل مما تقبل في بلاد بعض البلاد العربية فنحنا نزال نأمل أنه نوصل لمرحلة أنه ينظر إلينا الشارع العربي والحكومات العربية زي ما بتنظر للدوائل الأجنبي مع أنه لا يزال الفكرة أنه الدوائل الأجنبي أحسن بس أنا بأكد لك أنه إحنا دوانا لا يقل عن مستوى أحسن شركة أوروبية أو أمريكية نحنا اليوم عندنا عائدة الغارب بما أن نطلع منها أبدا كل السلع العربية كل المنتوجات العربية نحاول أن نطمس نجاحها نحاول أن نحاربها الألبي طبعا أو حجتنا الدائمة هي أنه هذا المنتوج ليس على المستوى العالمي هذا المنتوج ليس على مستوى كافي الأحكام المسبقة هذه برأيك كيف الإنسان يتغلب عليها ويغير رأي المجتمعات العربية إذا منتوج بلادهم إذا منتوج عربي بدأ جهد أخركي بدأ جهده تعب بدأك تضل تتعب والضل تثبت أنك أنت إنتاجك أحسن من أي إنتاج أجنبي أو على الأقل في مستوى الإنتاج الأجنبي سميح دروازي حجم المبيعات يقدر اليوم بستمائة مليون دولار سنويا هل توقعت هذا في يوم من الأيام إحنا طبعا طموحنا كتير أكبر من إكلا نظار يعني إحنا آملنا أن الشركة تصبح ببليون ودولار طبعا ونعمل على ذلك وإن شاء الله منوصل لهذه الأرقام بسرعة فإحنا دخلنا الأسواق دخلنا السوق المالي في لندن لسبب رئيسي إنه إحنا بدنا نكون شركة عالمية صحيح إحنا أردنيين والنوها وأردني والأياد اللي عم تشتر الأردنية وعربية ونفتخر إنه إلنا زملاء في الجزائر زملاء في تونس من هذه البلاد من الأوطان هذه وإلنا زملاء من جميع أنحاء البلاد العربية بيشتغلوا معنا فإحنا نضع الدواء العربي على مستوى الأدوية الممتاز الأجنبية وبدنا شركتنا تكون بها المستويات هذه فلذلك وضعناها في السوق المالي لندن حتى تكون إلها الصبغة العالمية تخديرا منه لأيكم جاهلة الملك عبدالله الثاني دشا مؤخرا مصنع حكمة في سنترا في البرتجال كاميرا حديث آخر رفاقته وعادت بهذا الشريط برعاية وحضور جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن افتتح سميح دروزة مصنعه الثاني التابع لشركة حكمة في البرتجال حيث أزاح جلالته السيطار عن لوحة تذكرية فيما شرح له مراحل وطرق إنتاج الدواء نجل دروزة مازن الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة بدأ العمل في هذا المصنع العام الماضي وهو ينتج الحقن بمعدل 250 ألف عبوة يوميا حتى بلغ الإنتاج 65 مليون عبوة سنويا ومن المتوقع أن يرتفع إلى المئة مليون سميح دروازي بالرغم من نجاحك الساحق ما زلت تحلم بتأسيس معهد لتخريج القيادات الإدارية من كل الإختصاصات شو هي العوائق يلي منعتك من إنشاءها المعهد الإداري وإفراز طاقات شابة جديدة ورائدها خلينا أحكي لك بهذا الموضوع هذا من آلامي الحقيقة إنه ما تضرنا أن نعمل هذا المعهد في حينانشل طاعم زبارح طلعت قائمة بجميع معاهد الإدارة في العالم تطلع عليها وين تلاقيها في الولايات المتحدة 63% من هذه المعهد موجودة في الولايات المتحدة حوالي 30% منها موجودة في أوروبا تطلع على خارطة العالم العربي لا تجد ولا معهد من هذه المستويات بتروح على الصين بتلاقي بهونقونج بتلاقي بأمريكا الجنوبية بتلاقي بأستراليا بتلاقي لكن بالبلاد العربية ما في ولا معهد بهذه المستويات فأنا كان حلمي إنه نعمل معهد في الأردن يكون رائد للبلاد العربية كلها يخرج الـ MBA المسميه ماجستير في إدارة الأعمال بمستويات عالمية لكن لسوء الحظ ما استطاع مجلس التعليم العالي في التسعينات إنه يستوعب إنه والله في ضرورة لهيك معهد فكانوا دائما يعطوني أسئلة جديدة إنه بدنا دراسة جديدة قدمي الدراسة جديدة يجي مع مجلس جديد وهلو مرجع يعني كانت إدارية الرفض ولم يرفض الطلب لكن وضع عوائق إدارية كتير فيه ولسوء الحظ أنا الحقيقة بعدين قلت يعني لازم نلاقي لنا طريقة تانية وإن شاء الله منقدر نعمله لا نزال عنا أمل يعني إنه ما استسلمت لا ما استسلمت المنيحة لأكولومبيا ينفرستي بلشت تشتغل مع الأردن على تأسيس معهد أبحاث أولا وإن شاء الله هذا التطور بيصير معهد إداري سميح دروزي رغم الغماسك في صناعة الدواء اختارك الشريف زيد بن شاكر رحمه الله وزيرا للطاقة والمصادر الطبيعي في حكومته في منتصفة تسعينيات هذا اللقب ماذا أضاف إليك؟ أنا كنت سعيد جدا إنه اشتغلت مع سمو الأمير ومع جلالة الملك حسين الله يرحمهم التنين أضاف إلي خبرة جديدة السياسة كل عمري طبعا كان عملي هو تجاوب مع السوق وتجاوب مع الحاجات وتجاوب مع الطلبات اللي تحتاجها البلد أو الأسواق اللي بشتغل فيها لكن في وظيفتي بديت أشتغل نوع من تخطيط طويل الأمد لحاجات البلد ولأدرس إمكانيات البلد فوجدنا إنه في عنا ثروات ضخمة في جنوب الأردن عنا بقدر أسميلك منها عنا الصخر الزيتي عنا سيليكا ممتازة لرمال تصنع منها زجاج عنا إرخام ممتاز عنا جرانيت كل هذا في الجنوب عنا طبعا البحر الميت وعنا الفصفات كله في الجنوب بالإضافة لذلك فعنا قليل من الذهب يمكن لما يصير الذهب بسواله 2000-3000 دولار الأنص بسير خرج الواحد يشتغل عنا قليل من النحاس عنا في طبعا المراكز الطبيعية الجميلة في الأردن المحميات كل هاي الشغلات الحقيقة تعلمتها منيح وأنا في الوزارة والجرب أعمال مفيدة للبلد لكن لسوء الحظ الوزارة ما استمرت كتير فتركت الوزارة والوزارة اللي أجوا بعضي ما هتموا لليوم للسلام ما هتموا فيها الشغلات هذه الآن رجعت الحكومة تهتم في الصخر الزيتي وإن شاء الله بصير فيه من نفائد الأردن خصوصا أن البترول يطلع على حوالي 70-80 دولار البرميل مؤسس وصاحب هذا السرح الاقتصادي حكمة سميح دروزي ضيف هذه الحلقة من حديث آخر فاصل أخير نعود من المعدو القسم الأخير من حديث آخر مع سميح دروزي ضيفنا لهذه الحلقة ابنك سعيد تولى منصب وزير الصحة في أكثر من حكومة هل هو نسخة طبال أصل عنك أم أنت ويه تتكاملوا مع بعض لا الحقيقة يعني أنا بفتخر أن أولادي الحمد لله طلعوا أحسن مني سعيد دخل بالوزارة وأثبت نجاحه الممتاز ومازل الحمد لله كمان يعني أنا باعتمد عليهم اتناتهم كتير بالشغل وباعتقد أني كنت محظوظ أنه طلعوا أولادي بهالشطارة وبهالأفكار الجيدة وبهالعقول الممتازة والشخصيات الحلوة اشهادة حلوة منك بولادك بدنا نتعرف المشاهدين وأنا إلى عائلتك الصغيرة هني شو بيحكوا عنك وهني شو بقولوا فيك كنت أدرس هندسة صناعية بجامعة بردو بالولايات المتحدة بتصل فيه الوالد بقول لي هاي اسم شركتين بأمريكا بديك تروح تشوفهم وتشتري خط لتعبئة الأدوية خط لتعبئة الشرابات الأدوية فطبعا أنا ما عندي أي خبرة بعد ذاك الوقت بهذا الموضوع قلت له أوكي أعطاني أسام الشركات فاتصلنا بالشركة الأولى عملت موعد معهم روحت عندهم فبتل لهم بدي خط أشري خط لتعبئة الهيسطار تضحكوا علي أنه شو جاي تشري خط خط إلى مواصفات شو بدك تعبي فيه شو الحجم داك تعبي بيه شو المادة بدك تعبيها شو السرعة بدك تعبيها فتعلمت منهم لما رحت أزور الشركة الثانية فتت عليهم بتقول لهم أنا جاي طبعا انتصلت بالوالد وسألته شو بدك الدواء نعبيه شو الحجم يلي شو كذا كذا سلمني لما رحت أزور الشركة الثانية فتت معني سأل 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 ما جاء فصيح فتت عليهم فتلهم أنا بدي خط دواء بدي لعبائة تكون حجمها من هيك لهيك بدي المادة تكون الفيسكوسيتي تبعها الثيكنس تبعها القدي فكتير أعجبوا أنه تفاهم كتير أنت وعرضوا علي أخذ الوكالة لشركتهم بالأردن الفكرة أن الوالد هيك بيرمي بقول لك أنا برميكم واللي بيغرق بيغرق واللي بيفوش بيفوش هيدا بدي أشتغل معه أنا فهي الطريقة اللي ربانا فيها بالحياة العملية وبالحياة بالشغل كمان وبالعائلية يعني عنده بده الناس تربى تكون قواية وقديرة ولحالة مش يمسك لأيدي من محل لمحل سميح وشخصية سميح وعطاء سميح بهاي الدنيا من النوع اللي بيضله مستمر يعني حتى وإحنا قاعدين هوني اليوم نبقى عم نفكر إحنا بمشروع لخمس سنين لقدام للشركة بكون سميح عم بفكر بمشروع أربعين سنة للمستقبل يعني دائما تفكيره والواقع أثبت في عدة حالات أنه التفكير اللي نهجه سميح في تطوير هاي المؤسسة أو تطوير هاي المؤسسة في العالم العربي كان نظرة بعد كتير عنده يعني أول ما رحنا على أميركا أو بورتغال إنه ما كان حدا يفكر إنه بورتغال ولا كان إلها وجود حتى في السوق الأوروبية ما كانت جزء من السوق الأوروبية وقت ما فكرنا إنه نروحها لأوروبا وقتها بالتسعينات أو بأواخر التمانينات عشان نقلل المخاطر لتعرض للشركة من ناحية جغرافية لأنه اللي يشغل بالعالم العربي صعب العالم العربي فكان دائما يفكر إنه كيف إحنا بدنا نخفف هالمخاطر ونبني الشركة للمستقبل عساس تكون لأجيال قادمة إنه كيف بدنا نطورها فوقت ما راح بورتشيغل كان إشي يعني بعيد جدا أول مرة بعد وقت ما راح أميركا يعني أنا بتذكر إنه دائما إحنا تعلمنا إحنا صغار الكونسيومر أو المستهلك بالعالم العربي إنه إحنا كل شي معمول برا أحسن كان يقوله الفرنجي برنجي أو شي شاد وإحنا صغار ببيروت فهو لا كان بالعكس إنه إحنا بالعالم العربي عندنا المقدرة وعندنا العقل وعندنا الموهبة وعندنا القدرة إنه نكون من أحسن الصناعات بالعالم ونكون من أكفأ الشركات بالعالم والحكمة أثبتت إنه سنة 92 أو 93 وقت ما راحنا على أميركا أعكسنا الآية يعني دائما الآية إنه إحنا خلينا نجيب كل شي من أميركا ومن أوروبا إحنا لأ الآن منصدر من العالم العربي من المملكة السعودية من المملكة الأردنية من الدول الثانية إلى المملكات المتحدة إلى الأسواق الأخرى يعني وقت ما راحنا على الصين أنا بتذكر سنة التسعة وتمانين أو التمانينات ما كان في حدا بالصين يعني كانت لسه الصين قوميونيست شعية وكان بدك مترجم ليروحوا يجي معك بالصين ما كان فيه إلا ممثل الحكمة بالصين والسفير الأردني في الصين ما كان فيه حدا يعني كانت كل الجال الأردنية من اثنين فدائما اللي بقوله إنه سميح يعني كانت ناهدة خالتي الله يرحمها كانت تقول إشي كتير حلو كانت تقول سميح بس هو بحلام وبيطبق الحلم مش بس بحلام يعني نقل الحلم اللي كان عنده هو طفل صغير أو في حياته إلى واقع والواقع هذا اليوم اللي احنا متعلم منه هلأ سميح من النوع الحلو ما بتدخل بالday to day بزنس يعني دائما بقول إنه من إحنا صغار علمنا إنه لازم أنتوا تفكروا للمستقبل تخططوا حتى لو ما نفتوا بتخططوا بس على الأقل لازم يكون عندكم هذا مبدأ تخططوا وتنظموا حياتكم إن كانت في مصروفكم أو في عملكم أو في حياتكم الاجتماعية أو حياتكم العائلية إنه علموا ولادكم كيف يفكروا للمستقبل لأنه ما فكر للمستقبل فكر باليوم رح يخسر كتير فتربينوا له هالطريقة إنه تلوك نفكر للمستقبل وشو بدنا نعمل ولهلأ نتعامل معه بهالطريقة لساتنا كان بابا دائما يعلمنا إنه أنتوا عندكم الحرية تختاروا بس أنتوا مسؤولين عن اختياراتكم وعن العواقب وأو النتائج اللي بتصير من هالاختيار كل ما نسافر عبلد كان سميح دائما يخدنا نشوف متاحف ومسارح يقولنا أهم من إنه تغزو هون لازم تغزو هون فهاي عطول بتذكرها وعم بجرب أعمل نفس الشي مع أولادي لما أخدنا بفلورنس على المتحف قد مكان كبير بتذكر قعدنا نبكي بالآخر قعدنا على الأرض وقعدنا نبكي وأول مرة أخدنا على أوبرا كمان كنا صغار وكان عنا ستيشن فولفو فمقعد الأربعة ورا أنا وسعيد ومازنوا هنا فبيقولنا يلا نشوف أصواتكم فبلشنا نصرخ كلنا بالسيارة أموقف السيارة ونزلنا وقال بترجعوا ماشي على البيت بالشغل علاقتنا رسمي طبعا وبيعملنا زي أي موظف وبنترقى زي أي موظف بالعكس إحنا بتصور علينا رك أكتر لأن أولاده مش كتير بحب ينشر الأشياء المنيحة اللي بيعملها يعني فيه نوع من التواضع اللي ما بدي أقول زيادة عنده بس لحد يعني مجددا لحد ما صارت يمكن الشركة شركة عامة مساهمة صار لازم نعطي صار فيه شيء اسمه كوربت كمينيكيشن فيه شيء اسمه كوربت سوشيال رسبونسيبليتي ولازم المساهمين لهم حق يعرفوا شو الأشياء اللي الواحد بيعملها أو مؤسس الشركة فهو إنسان فاضل ومعطاء يعني هاد سواء كأبوي أو كمديري أو كمؤسس الشركة شيء أكتر شيء هيك بيلفت نظري فيه قديم معطاء هيك من قلبه بدون ما يحكي بدون ما يعمل بدون ما بيخبر عن هاي الشغلات لليوم باكتشف أشياء كتير بيعملها وما حدا مننا بيعرف فيها أظن أسعد يوم بحياته أتليست أو على القليلة بالسنين الجديدة يوم ما أدرجت شركة أدوية الحكمة بسوق لندن المالي اللي هو بـ 5 نوفمبر 4 نوفمبر 2005 كان تتويج لشغل كتير 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 على مدار يعني خلنا نقول كان 25 سنة وقته والسنين الأبل كانت تحطيرية أكيد لما انطلب مني أدخل أصير وزير بالحكومة طبعا أول شيء قبل ما أوافق أو أي شيء رح حكيت مع الوالد يعني سألت الوالد تقوله بشكله فيه مشروع أنه ممكن أصير وزير فالوالد رأساً مبسط كتير كتير مبسط قال لي رأساً هذا واجبك واجبك باتجاه الوطن وواجبك باتجاه الملك ولازم تقبل ولازم تكون يعني تحت صرف الوطن 100% فالتوى طيب الشغل هلأ شغل تركينه قال لي أنا بساعدك بالفترة أنت فيها بقدر يعني أساعد أسلم الشغل بالفترة أنت فيها طبعاً الوالد كان وزير قبل يعني بعشر سنين كان وزير فكتير اعتمدت عليه في هذه الفترة وخاصة أولها يعني أنه كيف لازم واحد في فرق كبير بين الحكومة وبين القطاع الخاص كيف دي تعامل فكتير كان هنا نصايح كتير كتير مهمة بهذه الفترة هلأ لما كنت أطلع مثلاً على التلفزيون أو أعمل تصريح أو هيك كان داماس أرجع وقال لي ساعد انتبه مثلاً حركتك هيك ولا هيك انتبه تغلطش تحكي كلمات إنجليزية وأنت بالعربي لازم تامن تحكي بالعربي لغتك لازم تحسنها العربية أو هاي فكرة كانت ممتازة أو شرعك بهالفكرة هاي طبعاً كونه صيدة للوالد وكونه له علاقة كبير بالصحة فالموضوع يعني بفهم فيه كتير فحقيقة كان يعني ساعدني كتير كتير بها في العام الفين واربعة كتبت سيرتك الذاتية بكتاب باللغة الإنجليزية بعنوان building global success هل قلت كل شيء أم بقيت بعض الأمور وبعض الأسرار في طي الكتمان لا بعتقد أنا كشفت كل ما صار في حياتي أو نوايا عندي للمستقبل كشفت عليها أو كشفتها كلها في هذا الكتاب أكيد أنت سريع النكتة سريع البديهة ناصع الذاكرة وما زلت محافظ على روح الشباب بدي أرجع أنت وأنا كم سنة لورا هناك من صورك بدنا نشوف شو بيرمزوا هذه الصور جلالة الملك حسين الله يرحمه والدي الله يرحمه والدي كان طبعا نشيط جدا في البلد اقتصاديا في الأردن وكان له كمان لصمات على الأردن فتقديرا منه جلالة الملك حسين دعاه عنده وأهداه وسام الاستقلال فكان والدي يقول له بهاي الجلسة أجه حكالنا والدي قال كان يقول له لجلالة الملك أنه تدير بالك على زوجتك هي خير من يبقى معك وخير من يبقى على طول معك ويساعدك ويدعمك فذلك أيضا صورة أخرى تم اختيارها برفقة جيلة ملك حسين لما طلب مني أني أدخل بالوزارة كنت أنا لا أزال خارج البلد فجيت حضرت البلد وطلعت للقصر حتى أقسم اليمين فاستقبلني جلالته كنت أنا لا واحد من الوزراء وقال لي قال لي سميح أنا أشكرك أن قبلت تكون وزير يعني تصورها التواضع تباو أنه أنا بشكرني أني أنا قبلت أسير وزير قديش إنسان عظيم فجربت أسلم عليه باليد سلام فشدني إله وصار فيه عناق وإخوة إخوة وأنا الحقيقة هذه اللحظات ما تذكرها طول حياتي سميح دروازي أنت العلامي التجاري للدواء الأردني ورمز من رموز الاقتصاد العربي هذا قمة الإنجاز كيف تحب أن يذكرهوك الناس إنه هذا الإنسان هو الذي وضع الدواء العربي بمساعدة طبعا عائلته ودعم من زملائه في الشركة سواء كانوا في الأردن أو خارج الأردن وضعوا الدواء العربي على مستوى الدواء العالمي وسيحافظوا عليه بهذا المستوى إن شاء الله إلى الأبد هل بتحب أقوله عنك أنك أنت فاعل خير وأنت فاعل خير أنا مفتخر أني عملت الدواء العربي مع زملائي وضعناه في المستويات العالمية فاعل خير إلى أي درجة به أنك إسعاد لآخرين كتير ما ببسطني قد ما أشوف إنسان تاني أنا ساعد أسعدته بطريقة مساعدتي إله بدون ما يظهر أني أنا بحب أساعده بس ما حب أشوف الناس مبسطين أنت اليوم أردني نعم هل ما زالت فلسطين تحيا في قلبك ما في الشك طبعا يعني الواحد ما بسي لإنسى أصلا طبعا هلأ كفلسطيني أصلي فلسطيني لكن الآن جذوري وثروتي وولادي وعائلتي كلنا أردنيين لكن بالطبع فلسطين هي الأساس هويتي لكن هويتي اليوم هي الأردني طبعا حياتك كانت مجموعة مطبات ومجموعة صعوبات أنت تغلبت عليها وكنت أقوى من قدرك مراجحت هل بتشوف أن الحياة كفائتك الحمد لله كانت مكافأتي ممتازة بعائلتي بولادي وبإنتاجي الصناعي اللي أنتجته وأنا سعيد جدا فيه أنا بنهاية كل حلقة بوجه سؤال لضيفي والسؤال هوي نفسه شو بيحب يترك انطباع عند المشاهد يلي تابعوا يلي استمعناقلوا ويلي اكتشفوا بالتالي شو بيهمك أنه الناس اللي يتابعونا يقولوا عنك بناية الحديث مهمني كتير أنه يقولوا عني أنه قصة حياتي ملهمة للشباب الجداد للشباب الصغار أنه الإنسان يجب أن يستمر في سعيه وراء حلمه حتى يحققه وحتى يسعد في تحقيقه وحتى يبني مجتمعه بطريقة ممتازة ساميح دروازي كانت سعادة كبيرة وقصوى لقالي أني أنا حورك طبعا أنت رمز من رموز العالم العربي اللي مهتس فيهم ويلي اللي اللي حكيوا معنا بكل الشرفية بدون أي مفاخرة بإنجازاتهم طبعا بتمنى يكونوا المشاهدين استمتعوا بهذا الحديث بتشكرك شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا